الحقيقة من الأخبار الجميلة اللي تفرح شوية بدل الغم بتاع الغلا والدولار ده إنك تلاقي حد حاسس بيك مقدر المعاناة للناس شايفينها بسبب الأسعار ودخول رمضان الشهر الكريم المواطن بيكون محتاج حد يطبطب عليه ياخد بإيده يسنده يسطره يكفي شر السؤال والجوع والحرمان في هذا الشهر يمكن أول حد مطلوب منه الدور ده هي الدولة اللي النهارده هو بصراحة شديدة عملت موقف محترم جدا يا رب يخفف عن الناس شوية يعني إحنا انتقدنا هنا البزخ والهبل في مصاريف الطرق وعاصمة الصحرة وانتقدنا الديون وتعويم الجنيه وانتقدنا كل اللي انت عايزه لكن لما يبقى فيه قرار يخفف على الناس شوية يفرحهم قبل رمضان واجبنا ننشره برضو ونشجعه ونحييه ونقيده من ضمن القرارات الجميلة اللي كانت اليومين دول هي نزول الجيش بسلع بنص ثمنها من 2 مليون لغاية 20 مليون كارتونة ربنا يخلي الرجال اللي بيظهروا في وقت الأزمات سيادته طلع النهاردة قال ان الجيش هينزل 2 مليون كارتونة سلع بنص ثمن وممكن ننزل لحد 20 مليون كارتونة وعملين حسابنا لكل خاجة وعايزين تشتروا اشتروا براحاتكم ما يهموكوش سيادته قال بالضبط كده زي ما مشرت تصريحات وجارت المال ان الجيش منزل 2 مليون كارتونة سلع بنص ثمن وقال في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية انه لسه الجيش منزل 2 مليون كارتونة وممكن ننزل 3 أو 10 أو 20 مليون احنا عاملين حسابنا لكل حاجة وبنص ثمنها مش لازم نكسب مش لازم نكسب مش مهم هي خطوة جميلة طبعا محدش ينكر وتصرف رائع وإحساس حقيقي بالناس التعبانة وتخفيف عن كواهلهم بس فيه سؤال رفيع كده باش مهندس الجيش عنده كل الكارتين دي منين انا مقصودش حاجة بس محتاجين نفهم يعني هو لما هينزل خلي بالك بنص الثمن بنص الثمن يعني المكسب كان كام على أقل 50% مش بيقول مش لازم نكسب المرة دي يعني كان مكسبه الضعف تقريبا منين بقى خلي بالك ده السؤال المنطقي لازم نفهم وليه دلوقتي في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد المؤسسة الوحيدة اللي عندها القدرة انها تصرف وتنفق وتتصدق كمان على الشعب هي الجيش ايه رأيك نرجع كده لعشرين اتناشر الفين واثناشر عشان نفهم أصل الحكاية أصل الحكاية كان تصريح كشفه أحد مسؤولي قوات المسلحة مات بقى الله رحمه دلوقتي اللي هو محمود نصر كان عامل ندوة في الفين واثناشر بعد الثورة وطلع قال الناس بتقول له المشروعات الجيش وبتقال له مشروعات الجيش دي دي عرقنا ده عرق وزارة الدفاع ولا الناس محل الدولة بالتدخل فيها خلي بالك من الطريقة ومن اللهجة ومن اللغة لان هي بتفسر لك كل حاجة بتحصل دلوقتي ده عرق الجيش اللي الدولة ملهاش علاقة بيه قال اللي هو محمود نصر اللي كان ساعتها مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية وكانوا بيسموا وقتها وزير مالية الجيش قال ان الجيوش أساس الإدارة والإدارة كل حاجة وهكذا علق اللي هو محمود نصر على دور القوات المسلحة في دعم الاقتصاد عبر فوائضها من مشروعاتها التي اعتبر أنها تحقق نجاح كبير وقال نصر ان القوات المسلحة قدمت لأجهزة الدولة قروض تصل لألفين مليار ولا تنين مليار بينما ساهمت في دعم الاقتصاد عموما بـ 12 مليار جنيه اعتبارا من فبراير 2011 خلي بالك مين اللي بينفق مين اللي بيقرد الدولة للجيش ده ببساطة بيفاهمك الموضوع بدأ إزاي لغاية ما تصاعد الموضوع وسيطر على كل حاجة وبقى القطاع الخاص نفسه مش عارف يشتغل جنب العسكر القصة حلوت في عينيه أنا كنت الأول داخل ده أنا عايز أعمل اكتفاق ذاتي ومش عايزين نكلف الدولة حاجة وبنصرف على قواتنا المسلحة الرشيدة والدنيا زي الفل بس الحلاوة كبرت وفي وسط غياب الرقابة ولا حد بيسألك انت من أين لك هذا قدر انه يحتكر السوق ويتسبب في موجة الغلاء اللي انت بتعاني منها أصلي فيه واحد ظريف ممكن يقولك إيه يا ابن انت مالك يا ابن حبيب ما تهدى كده احنا عجبنا مش الجيش اللي بيصرف مش الجيش هو اللي بيدينا الكراتين احنا مبسوطين اطلع انت منها حبيب قلبي ما هو الجيش هو اللي عمل لك الأزمة ما هو انت لو فهمت القصة جات إزاي هتفهم انت ليه دلوقتي بتشحت الكراتين هو اللي قتل القتيل وهو اللي جاي دلوقتي يمشي في جناسته زي ما بيقول ساويرس فاكر ساويرس طلع في نوفمبر 2021 وقال الشركات الحكومية والتابعة للجيش توزاحم القطاع الخاص في مصر هو اللي قال الراجل المفروض احد رجال الاعمال واحد اقتب رجال الاعمال المؤيدين للنظام قلبا وقالبا يعني وفي 2015 ما كانش ده اول تصريح ده في 2015 طلع قالك وش كده احنا مش عارفين نشتغل من الجيش ده مش دور الجيش يا جماعة احنا مش عارفين كقطاع خاص احنا مش عارفين نشتغل الموضوع وقف على كده ابدا الموضوع تطور وتحول من مزحمة للقطاع الخاص الى امبراطورية اقتصادية عسكرية بقى بيلعب في الملعب لوحده فبقى بيجيب جوان براحته مش هقول لك سويرس بقى سويرس وحش بلاش امشي يا سويرس بلاش صفوان ثابت اللي مربي في السجن عشان مرضيش ان الجيش يبلتج على شركته ويجبره انه يبيع للامارات بلاش الناس دي كلها ايه رأيك نروح لوكالة بلومبرج الامريكية العالمية ونفتكر قالت ايه بلومبرج في نوفمبر 2019 قالت ان امبراطورية الجيش المصري تقوض انت عاش الاقتصاد عارف يعني يا تقوض انت عاش الاقتصاد يعني الاقتصاد بتاعك في غرفة الانعاش ومش عارف يعيش مش عارف يتنفس ليه عشان ما فيش حد في البلد بيشتغل غيره عرفت اين لموصل البلد لكده عرفت هو وليه دلوقتي بينزل بالعشرين مليون كارتونة مش فارق معاه وينزل بنص التمن ومش لازم تكسب عمحمد النهاردة عشان ان الشعب خليك حنين عرفت ليه هو اللي مكوش على كل حاجة فهمت بقى الامبراطورية الكبيرة العظيمة الاقتصادية للجيش جات من عرق وفلوس وجيوب المصريين اللي تقفل على ارزاقهم في المحاجر والصيد والمقاولات والمزارع والقلبان حتى قلبان الاطفال وكل حاجة لحد ما الاسعار ولعت وبيوت الناس اتخربت والمستثمرين جيوبهم فلست وبعدين جيد الوقتي تبيعلي فلوسي وعرقي بنص التمن ده انت مفروض توزحها بلاش وتعتذر عن الخراب اللي سيادتك متسبب فيه في الاقتصاد اللي انت دلوقتي ما انتش عارف تلمه المفروض دلوقتي يتم انا اوان ان يتم تفكيك هذه الجمهورية جمهورية الزباط اللي تكلم فيها مركز كارنيجي وطلع كذا اصدار من المركز يحذر من سيطرة العسكر على الاقتصاد الناس بتهاتي في كل حتة في العالم واحنا ولا احنا هنا في فبراير اللي فات اخره طلع قال ايه كلام غاية في الخطورة لو حد بيتأمل عن ضرورة وقف احتكار الجيش للاقتصاد والشغل في مصر في فبراير 22 شهر اللي فات مركز كارنيجي مطلع دراسة بتقولك تفكيك جمهورية الزباط اصبحت واجبة يجب انهاء تغول وتوغل المتقاعدين العسكريين في بيروقراطية الدولة المصرية عشان تتمكن البلاد من تحقيق اهدفها الاقتصادية مش هتعرف تتنفس قافل على مفاصلك يتمثل النمط الاول في تركز المتقاعدين العسكريين ضمن مجموعة واسعة من المؤسسات العامة التي تحدد الاطار الاقتصادي المحيط بعمل القطاع الخاص والتي قد تطلع ايضا بانشطة تجارية اما بالشراكة مع القطاع الخاص او بالتنافس معه وكثيرا ما يكون الضباط في موقع يخولهم منح او حجب العقود الحكومية لشراء السلع والخدمات وقد يعاملون شركات معينة او هيئات وشركات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية معاملة تفضيلية بفضل الصلاحية الممنوحة لهم قانونا باللجوء للمناء صغير التنافسية ضمن عتبات مالية معينة ومنع الطعون من قبل الاطراف الثالثة وتتخذ سيطرة المتقاعدين العسكريين في قطاعات شوف بقى كالاسكان والمواصلات شكل اقطاعيات يعملون على الحفاظ عليها وتجددها باستمرار هي مش ثورة يوليو من 70-80 سنة دات علشان تحارب الاقطاع اه احنا عملنا جمهورية عشان نشيل بشوات الاقطاع وجبنا سوبر بشوات عملوا اقطاع جديد علاوة على ذلك يتناوب بعض كبار الضباط على مناصب بيروقراطية مختارة ولا سيما في المؤسسات القطاعية المحورية كالهيئة العامة للتنمية الصناعية عارف خلاصة القصة دي كانت جات في الخبر اللي جبته لك من شوي بتاع المحمود نصر في ضمن الندوة التسقفية دي المحرر اللي كاتب في الشروك كلام ده كان بعد الثورة جاب لقطة غريبة جدا الراجل هو بيغطي المحرر قال لك لاحظ ان هم عاملين بيوزعوا الجيش بيوزعوا نوت بوك كده بلوك نوت مكتوب عليها ايه يحمل شعار المجلس الاعلى للقوات المسلح وضعت وزارة الدفاع شو بقى حتى وزارة الدفاع على البلوك نوت اللي بتوزعوا على الناس الاية 55 من سورة يوسف اللي بتقول ايه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم عايز تعرف هو ليه الجيش بيعمل كده ليه هو بيتغول وبيمن على الناس بفلوسهم علشان هو فاهم ومقتنع من اول يوليو المجيدة ان هو سيدنا يوسف ان هو جاي خازن على الارض حفيظ عليم الفرق الوحيد بس الوحيد ان سيدنا يوسف اللي خلاه خازن على الارض عزيز مصر بس الجيش محدش فوضه عشان يبقى خازن على الارض ولا هو حفيظ ولا طلع للأسف عليم